على ذكر بطولة العالم في الدوحة البعثة هتسافر للدوحة بعد المباراة مباشرة عشان تفضل هناك استعدادة ان مباراة نهضة بركان في كاس السوبر يوم 28 والجديد ان الاتحاد الافريقي قرر اقامة مباراة السوبر بدون جمهور وده الحياة يعني كان قرار ماولوش معنى لانك انت في نفس الملعب في نفس العاصمة القطرية لما استضافت كاس العالم للاندية كان فيها حضور جماهيري باجراءات احترازية وبمسحة وقعا اجراءات الحياة منضبطة جدا كنا نتمنى مدام الفرقتين عرب اشفاقا على جماهيرنا اللي ما بتصدق اللي حتلاقيهم بر مطار الدوحة باستنيين البعثة بكل الشوق وربطة مشجع الاهل في قطر الحياة يكي توفق لهم بس يعني كل حاجة خلي بالك الفرق عاشة فقاعة بقى لاجي شهر وقبليها يعني شهر يعني خلوها بدون جمهور لكن كنا نتمنى انه يسمح بحضور جماهير كنت هتلاقي الجماهير المصرية والجماهير المغربية اللي موجودة في قطر لكن ده قرار الكاف والله غالب